بعون الله مفيش ثلاث مواقف بخصة من نادي الإسماعيل السندي إلا لو كان لمجلس إدارة نادي الإسماعيل رأي آخر وبصراحة هم دايما مبهرين ويكون لهم رأي آخر يا ريت لو لسه ما عملتش سبسكرايب في التشاني تعمل وتفعل الجرس عشان يوصلوا به كل الجديد بتاعتي قضية النادي الإسماعيل هي الأزلية أزمة إبراهيم حسن وخصم ثلاث مطاب من رصيد النادي الإسماعيل قضية أزلية لا تنتهي لكن وقع الأمر بيقول إن الناس عندها لابس كبير جدا في القضية ده نحكي القضية باختصار من بدايتها إبراهيم حسن جناح نادي النجوم اتنقل بعقل ثلاثي لصفوف النادي الإسماعيل لكن في وقع الأمر الليها بتنقل مجانا لكن بشرط وضع محمد الطويلة رئيس نادي النجوم وهو حصول ناديه على 50% من قيمة انتقال إبراهيم حسن من النادي الإسماعيلي لأي نادي تاني اللي حصل إن اللعب اتنقل لصفوف نادي الزمالك هو وزميله بهاء مجدد طفقة الاتنين اللعيبة كلفت 20 مليون جنيه المهم حصل خلاف ما بين إدارة نادي الإسماعيل وإدارة النجوم إدارة الإسماعيل بتقول إن إبراهيم حسن اتنقل الزمالك بمبلغ معين لكن إدارة النجوم بتقول إنها قدمت عرضة أكبر لشراء اللعب من النادي الإسماعيلي والنادي الإسماعيلي موافقش عليها وبالتالي بقى من حق النجوم نص العقد اللي هو عرضه على الإسماعيلي لانتقال اللعب لكنة شؤون اللعبين بالاتحاد المصري أقرب بحقية النجوم في الحصول العالم 2.5 مليون بالإضافة إلى 500 ألف دولار الـ 2.5 مليون هم القيمة اللي قالوا إن النادي الإسماعيلي إن اللعب يتنقل بيها لصفوف نادي الزمالك والـ 500 ألف دولار هم الشرط الجزائي بسبب إن النادي النجوم عرض عن النادي الإسماعيلي إنه يشتري اللعب منه بمليون دولار وبالتالي بقى من حق نادي النجوم نص المبلغ اللي هو 500 ألف دولار قصة كده حصلت ما بين اتحاد الكورة والنجوم والإسماعيلي من الآخر كل واحد كان بيحاول يوصل بأكبر المكاسب ليه نادي النجوم ما عجبوش الحكم اللي اتحكم ليه لصالح وتوجه بالقضية كلها للمحكمة الرياضية الدولية المحكمة الرياضية الدولية أقرت بقى حقية نادي النجوم في الحصول على مبلغ بعد حساب حقوق التقاضي والتأخرات يوصل لحوالي 24 مليون جنيه مصر وأرسلت بالفعل خطاب للاتحاد المصري للكورة القدم بالأمر ده وهنا حصل اللابس اللي انا بقول عليه الحضرات المحكمة الرياضية الدولية بعدت لاتحاد مصري للكورة القدم بتقوله ان النجوم النجوم من حقه الحصول على المبلغ هذا لكن المحكمة الرياضية الدولية مقاليتش ان النادي الإسماعيلي ي .. يتخصم منه أى عدد من النقاط اللي حصل إلى اناتحاد الكورة المصري بعد الإسماعيلي جوابه وال Summit وهلا شهر لدفع التعويض اول حكم اللي خاده نادي النجوم ضد نادي الإسماعيلي في حالة عدم دفع المبلغ ده في خلال 30 يوم يتم خصم 3 نقاط من رصيد الفريق في الدول يعني خصم 3 نقاط ده مش من المحكمة الرياضية الدولية او من الفيفا لو كان الامر كده كان هيبقى صعب جدا ان هو يرجع تاني وكننا هنخش في قضايا وحتاخد يعني وقت الله اعلم قد ايه وفي الاخر ما كانش الاسماعيل هيقدر يرجع تاني الترات نقاط زي ما حصل قبل كده معاه لما اتخصل منه 6 نقاط في احد القضايا المشابهة كان اللاعب ان يجي لساعتها اخد عليه حكم كان اللاعب اسمه جون اويري فاكيلو كان اخد على النادي الاسماعيل حكمه بخصم 6 نقاط والحصول على التعويق رغم ان اللاعب هو اللي كان هربان من النادي الاسماعيل النادي الاسماعيل دايما والله العظيم مأسافه في بجالس اداراته المهم ما دخلناش نخرج من الموضوع الاسماعيل مدفعش الفلوس اللي عليه لصالح النجوم خلال 30 يوم وبالتالي قام اتحاد الكورن مصري المبجل بتاعنا بخصم 3 نقاط من النادي الاسماعيل المفروض الاتحاد المصري يبدأ بوقفه القيد للنادي الاسماعيل وده ما حصلش بدليل ان النادي الاسماعيل قدر ان هو يقايد عيبته الجديدة كلها في جميع فترات الانتقالات الماضية ولم يتم وقفه القيد النادي الاسماعيلي ولا مرة خصم 3 نقاط من النادي الاسماعيلي من الاتحاد المصري لكرة القدم بقرر مرة تانية مش من الفيفا او من المحكامة الرياضية الدولية زي ما بعض الناس عن قصد او بدون قصد بتحاول تروج لده الخصم بسهولة جدا ممكن يتشاق وده اللي قاله مسئولي من الاتحاد المصري في تصرحات اعلامية لكن للأسف الاعلام بتاعنا مش بيباين النقطة دي مسئول في الاتحاد المصري كان صرح وقال ان الاقرب ان الاسماعيلي لو قام بدفع غرامة المفروضة عليه هيترفع الخصم نخليه ليه يعني؟ الخصم ده معمول عشان نجبر النادي انه يدفع لكن في حالة لو النادي دفع ليه نخصم منه؟ طبعا هو الامر مش بالسهولة دي لكنه برضو مش بالصعوبة اللي الاعلام بيحاول يوضحها وبيبين استحالة رفع خصم التلات نقاط الامر من الاخر من الاتحاد المصري لكرة القدم مش من الفيفا او من المحكمة الرياضية الدولية لكن في رأيي الشخصي الموضوع بيتوقف علم مدى جدية مجلس ادارة نادي الاسماعيلي في حل المشكلة دي يا جماعة اكلموا الراجل الراجل بصراحة ليه فلوس؟ اتكلموا معا قولوا له هنقصتها هنقللها هنديك لعيبة اي حاجة لكن نسيب الموضوع كده ونخلي الكل بيتكلم ان الاسماعيلي مخصوم منه تلات نقاط وان رصيده دلوقتي في الدورية اربعة وتلاتين نقطة مش سبعة وتلاتين نقطة وانه مهدد بالهبوط هل انتم مبسوطين من اللي بيتقال ده؟ طب الكبت انقهاب جلال مش طرط انه مش هيجدد الا لو المشكلة دي تحلت وبصراحة عنده حق ما هو مش معقول يقعد يلعب ويجتهد ويطعب الراجل مع اللعيبة وفي الاخر يقولوله انت مخصوم منك مش عارف ستة ولا تسعة ولا اتناشر نقطة يا جماعة حسوا بجماهير النادي الاسماعيلي شوية حيلوا المشكلة دي حسسوا الناس ولو لمرة واحدة بس ان انتوا بتعملوا الصالح الفريق والله مشكلة سهلة جدا ولو حلتوها هبنوا ان انتوا على قدر المسئولية فعلا لكن كالعادة ناديتوا اس ناديتا حية ولا حياتة لمنتوا نادي ربنا يكون في هون جماهير النادي الاسماعيلي المحبة الوحيدة للفريق ما تنسوش تعملوا السبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد و هو وعدكم دايما هقدم له حاجات جديدة شكرا سلام عليكم